الأخ محمد من طبرق قال أنه سائق تاكسي من طبرق إلى بنغازي كيف أصنع في الصلاة؟ لك أن تقصر الصلاة ما دمت مسافراً كان أنت في الطريق طلعت من طبرق وفت حدود طبرق لك أن تقصر الصلاة ما دمت في طبرق ووصلت لبنغازي لأنك لم تنوي الإقامة في بنغازي بتعبي وبترجع ولك أن تقصر في الرجوع أم تينتهي حكم القصر في حقك عندما تدخل إلى الحدود الإدارية لطبرق لما توصل إلى طبرق خلاص ينتهي حكم القصر في حقك لأنك مقيم دخولك يقطع حكم السفا فبالتالي ما دمت في طبرق يعني بتتم الصلاة خرجت من طبرق لك أن تصلي القصر وصلاة القصر أفضل من صلاة الإتمام وأعظم أجراً أما الجمعة فيعني نفس الحكم إذا كنت مسافراً لا تجب عليك الجمعة تسقط عنك لكن أقول لك الأولى والأجدر أن تحرص على حضور الجمعة إذا لم يترتب عليها تعطيل لمصالحك مدام أنت جالس في بنغازي ولا المصليين يبقوا يصلوا الجمعة الأولى لك أن تصلي وأن تستمع الموعظة لأن عملك دائم في هذا اليوم وبعدك عن المواعد اللي هي حنية توم عشنا سمعوا في المواعد إلى يوم الجمعة بعدك عن المواعد لفترة طويلة يقسي القلب يعني كويس كان قدرت تحضر الجمعة الأولى لك وإن كان غير واجب عليك ما دمت مسافراً المسافر إذا وصل لمقر إقامته وفاتته صلاة قصراً يعني قصراً يقضيها قصراً شوف قاعدة الصلاة القصرية تقضى سفرية السفرية تقضى سفرية والصلاة الحضرية تقضى حضرية مثلاً أنا العصر أدركني في جنزور في مكانك في جنزور وأدن وبعدين قعدت انشغلت لين طلع وقت العصر وأدن المغرب وبعدين سافرت في الطريق بتصلي العصر كاملة لأن آخر الوقت أدركك وأنت مقيم لكن أنا مسافر مثلاً والعصر أدن علي في الزاوية جاي من تونس وأدن علي في الزاوية وبعدين خشيت المغرب في جنزور نقولك أنا فاتت سفرية تقضى سفرية العبرة بآخر الوقت دي ما شوف آخر الوقت هل أدركك مقيم معنى بتصلي كاملة هل أدركك آخر الوقت وأنت مسافر بتصليها سفرية